السلام عليكم حبيباتي كديرين لبس عليكم كنسمنا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اليوم اه فيديو تحلية باردة اه تشي اللي كنحتاجه في هات الصيف اه خاطرنك تبغي صارحة غير شي حاجة باردة اه نخرجوها مثل اللاجهة وناكلوها تبرد علينا شوية الجوف اضانك اليوم اه قررت ندير لكم هات تحلية زوينا بزيف وبسيطة ومقاديرها بساطين ما غديش تحتاج معاكم بزيف ديال المقادير وحتاف الخدمة ديال السهلة يعني ما غديش تاخد لكم الوقت بزيف بقوا معي حتى الاخير لفيديو باش شوفوا المقادير وطريقة تحضير ديالات تحلية وما تنسوش اشتركوا في القناة الناس لي مازال ما تشتركوا وضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد وما تنسوش من التعم ديالكم الي اعجبكم لفيديو خليوا لي اي لايك ديالكم ولا عندكم اي سلساؤل خليوا لي اي في الكومنتر ويالا مده والوصفة بالنسبة لما قدير غنحتاجون سيطر ديال الحليب غدي نضيرو فحد الكاسرول بحلاكة غنزيد علوي جمعالق ديال النشا ميزينة غدي نحتاجو جمعالق ديال السكار على حساب الدق ديالكم بغيتوا تزيدوا الحلاوة وزيدوها صافي وحد صاشي ديال الفاني على حساب بشتاطينا لوقو صافي كنضيرو على نار مهيلو كنبقى ونحرقو ضروري يتبقى ونحرقو هانا غدي نحتاجو كوكيز انا كنستعمل هاد كينغ هذا زوين بزاف والمدق دياله زوين وفي هادوك اللي بي بيدو شوكولا كيعطي وحد المدق اللي هو رائع بزاف تقدروا اي بيسكوين جوما يعني كتفضلو هانا كيعجبني صراح هذا ولي كنديروي غالبيت تحليات اللي ديجا حطيت لكم كنديرو بهاد اللي بيسكوين هادا اه كان نضغط عليه بدك الى عندكم الدلاك او لا انا عندي غير هادا ديال السلوفان شو كيفاش كنديلي باش ننضقه مزيان صافي وكنستفو ما كانحتاج نزيد فيه لزفداء لوالو لحليب لوالو ونخليه بحلكة على الناشف غدي نقدم زيان باش يعطيني واحد طباقة اولية ومن بعد غدي ننكملو يعني تحرك ديال 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 المقادير وضروري كما قد لكم تستمرو التحرك بيش ما يتكونوش لكم هادوك الكويرات لان ننشا شوية مع السوائل كيحتاج شوية ديال الخدمة بيش ما يتكبدش لكم صافي من بعد ما كيعقاد كيجي عليها تشكلها هادا غنزيد فيه دابا وحد دانون ديال بيرلي تقدروا تزيدوا اي دانون كيعجبكم صافي وغدي نزيد واحد مع القول لزوج ديال جبن كيعطيها هاد جبن وهاد بيرلي صراحة كيعطي واحد المقادير الزويد وكيزيد يعقده يعني كيزيد يخليه شوية تقيل بالنسبة القوام صافي كنحرك مزيان وهاد شي كان نخوي على ديك آآ طبقة اللولة لي درس ديال البيسكويت فوالا كنخويه بشوية وبشكل متساوي صافي وكنك نقاد هنا بالمعلقة ديك الطبقة الثانية كنقادها بالمعلقة فيما بانت لكم اكتشي خوية يعني غطيوها وانا معي روالو ما يضيغ يعني ضروري دكشي اللي كيبقى في الايناء ضروري خصني خوية كامل صافي هنا غدي نزيدو حط طبقة دي الكراميل دانيت ولا اي كراميل كياجبكم صافي ومن بعد كنزوق بالجناب كنزوق بدك شوي اللي بيسكوي اللي بقى عندي وكيجي الشكل النهائي بحلاكة كيجي زوين بزاف انتوما لكم الاختيار يعني في زواق ديال التحلية انتوما لكم الاختيار يعني ديروا الطريقة اللي انتوما عجباتكم تقدروا تديروا كامل بيسكويز قدروا تخليوا غير بحلاكة كسامبل يعني انتوما اللي يعجبكم ووالا كانت من التحليل ديال اليوم تعجبكم وكانت من التجربون طلقوا فيديو ماجياتي